يغطيكم العافية جميعاً خلياً نكمل بـ Chapter 6 Numerical Differentiation The objectives of this video is to study optimum step size for central difference formula of order OH to the power of 4 Optimum step size طبعاً هنا بنفس الطريقة شفناها باللكتر الماضية أنه راح يكون عندي الـ F of X zero plus KH هي نفسها الـ YK زائد EK زي ما حكينا كمان بدي يكون في عنا حكينا في خطأ بالـ Approximational Function أصلاً وخطأ الثاني بالنسبة للـ Evaluation derivative فهون راح يكون عندي المشتقة الأولى اللي هي Y2 زائد 8Y1 ناقص 8Y-1 plus Y-2 divided by 12H زائد الأرر الأرر هلا أنا اللي بهمني موضوع الأرر كيف بدي أعمل له Minimization عشان أحقق أفضل قيمة للـ H فهلا أنا عندي الأرر بيساوي minus E2 plus 8E1 minus 8E minus 1 plus E minus 2 divided by 12H زائد اللي هي O H to the power of 4 اللي هي المشتقة الخامسة عندي C H to the power of 4 divided by 30 هلا بنا نيجي نعوض بنفس الطريقة برضو ما كان كل E هون بدنا نحط أبسلون بنذكر أنه بناخدها قيم مطلقة يعني هون E هون 8E هون 8E هون أجمعهم كلهم مع بعض divided by 12H هلا هون بالنسبة لا هاي حكينا عنه بالنسبة للأبسلون بالنسبة للأبسلون الموجودة هون طبعا إذا بننيجي نجمعها اللي هي هون 1 زائد 8 هاي 9 زائد 8 17 زائد 1 18 18 18 تقسيم 6 بضل منها 3 وعننا تحت بضل التنين يعني هون تخلصنا من هاي الـ 12 صار مكان ها تنين هلا نيجي الجزء اللي هون طبعا زي ما حكينا برضو سابقا إنه مكان الـ F5 للـ C المشتقة الخامسة طبعا لا الـ C اللي راح ناخده الماكسيمم لهو أكبر احتمال للـ function وزي ما حكينا قبل إذا إحنا حسبنا الـ error بناء على أكبر احتمال فمعناته دايما راح يكون عندنا الـ error بساوي أو أقل من هاي القيمة فهون مكان المشتقة الخامسة للـ C حكينا بدنا ناخد قيمة الـ M فرح يصير عندي هاي هي المعادلة هاي سميناها الـ G of H هلا عشان أحصل أقل قيمة للـ H اللي هو optimum value بدي أشتق الـ GH بالنسبة للـ H وأساويها بـ 0 هلا بعد ما أشتق وأعيد ترتيب المعادلة بتصفي عندي هاي المعادلة النهائية اللي هي لـ optimum step size للمشتقة الأولى للـ order OH to the power of 4 هلا خلينا نشوف example برضو بنفس الطريقة الفنكشل الموجود عندي اللي هو cosine X الـ epsilon بتساوي 0.5 multiplied by 10 to the power of minus 9 find optimum step size for central difference formula of order OH to the power of 4 هلا هون المشتقة الخامسة حكينا بدنا ناخد الماكسيمم فالو لإلها اللي هي راح تكون عندنا الـ M بتساوي 1 هلا الـ M بتساوي 1 راح عوضها بنفس المعادلة اللي هي 45 أبسلون على 4 M to the power of 1 divided by 5 طبعا بعوض كل القيم بحسبها فبطلع معي هاي القيمة هاي هي طبعا ننتبه هون إنها قريبة من الـ point zero one اللي أريدي إحنا شفناها بالمثال السابق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة